اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم مرة اخرى في برنامج ليكن نور وحديثنا طبعا للجميع ارجعوا للرب ارجعوا للرب وهذا نداء احبائي في بداية السنة انه نفحص انفسنا في ضوء كلمة الرب ندرك اننا في احتياج عظيم او كما يقول كتاب في شر عظيم محتاجين نرجع للرب هذا الرجوع احبائي عن طريق التوبة تغيير الفكر وعن طريق الايمان بيسوع المسيح ثم هذا الرجوع ينبغي ان يكون بتواضع ينبغي ان يكون بنسحاق وانكسار الاعتراف بالخطيه خطيانا او خطايا اجدادنا نعترف فيها ثم احبائي ندرك انه الله عمل عهد من خلال يسوع المسيح وانه العهد لا يكسر من اجل هذا انه صلواتنا هي صلوات مهم جدا لاله حي لانه دخلنا في شركة في عمق في علاقة حميمة مع الرب فمحتاجين نصلي ومحتاجين الصلوات النيابية بالنيابة عن شعبنا بالنيابة ايضا عن بلادنا ومجتمعاتنا ايضا ثم احبائي اذا بنا نشوف اي عمل بقوة الصلاة لازم نمتلئ بالروح القدس يقول الكتاب المقدس ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح المقصود بالروح القدس فنحن مدعوون ان نمتلئ يوميا بقوة الروح القدس الروح القدس يعطينا القوة ان نصلي الروح القدس يعزينا ويعطينا القدرة ان ننتظر مجيء المسيح تانية والروح القدس يعطينا القوة الدافعة والقوة المحركة انه نشهد عن يسوع المسيح يقول الكتاب ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في اورشليم الى اقصى الارض هذه القوة هي قوة الروح القدس الساكن فينا محتاج انه نمتلئ اكثر كل يوم حتى فعلا لا نطفئ الروح ولا نحزن الروح بل بالعكس نسلك يوميا بالروح القدس اشتركوا في القناة